أهلاً هنا على مجدان خلوني أصارحكم أن الزبدة البنية أو البراون بتر واحدة من ألذ وأعمق النكهات اللي ممكن تجربوها بحياتكم وبعلمكم كيف تعملوها بتكنيك مرة سهل وبروفيشنال أول حاجة يفضل إنها تكون بدرجة حارة الغرفة عشان تذوب بشكل متساوي مهم تكون النار منخفضة نعطيها وقتها بالطبخ بس ما نخليها وولا دقيقة طيب مع إيش ممكن نستخدمها؟ مع كثير وصفات رهيبة مرة مع الكوكيز وطبعاً مع كيكة الموز وممكن ندهم فيها الدجاج أو اللحم أو السمك وقت الأكل تعزز النكهة بشكل مو طبيعي طيب هنا خلونا نشيك عليها لسه باقي لها شوية الأفضل نحمصها فقدر أوطاوة لونها فاتح عشان اللون إذا بدأ يتغير نشوفه بشكل أوضح هنا لونها لسه ذهب نرجعها إحنا نبغاها بنية ريحتها مرة تشهي كذا صارت جاهزة بس مرة ننتبه لأنه شعرها ما بيننا تتحرق وتصير زبدة بنية ممكن تصفوها بس أنا أحبها كذا